أحمد فتوح زيل أيسل لمنتخب مصر أبلغ الجهاز الطبي بالقلع البيضاء بالنادي الزمالك بجهزيته للمشاركة في مباراة المنتخب المصري المقبلة في دور 16 بعد أسبوع إن شاء الله هو قال لجهاز الطبي للزمالك وهو بيتكلم معهم يعني بيتمنهم على حالته إن الإصابة التي تعلق لها في مباراة نجيلة بشد في العضلة في عضلة السمانة خلاص هو بقى جاهز وشوف يامنها تماما ويقدر يشارك في المباراة القادمة لمنتخب مصر أنا شايف إن منتخب مصر أكتر لاعب مفتقده فتوح يعني ليه بقى بقول أكتر لاعب مفتقده فتوح ما طبعا أكرم توفيق ده خسارة كبيرة وضخمة بس عمر كمال في الناحية الهجومية عمل أداء كويس في الناحية الدفاعية خاصة ينشوية أكرم توفيق لكن فتوح يعني أيمن رجولة أيمن أشرف رجولة وبيلعب بقلب وكل شيء بس ما فيش جابها يسرى ما فيش الحتة دي مش موجودة أيمن أشرف إضافاته الهجومية تقريبا مش موجودة خالص فتوح يبقى مؤثر جدا لما يرجع إن شاء الله في تشكيلة منتخب مصر